فوضى عارمة ومحاولات للعصيان في مخيم عين عيسى برف الرق الشمالي شبكة فرات بوست قالت ان عددا من عوائل تنظيم الدولة بعضها من جنسيات اجنبية اقدمت على الهرب في حين بقي قسم منهم فيه خوفا من الفوضى في المنطقة الشبكة اكدت ان قوات سوريا الديمقراطية واجهت الفوضى بحرق خيم عوائل التنظيم مشيرة الى ان النازحين اقتحموا مستودعات الاغذية قبيل انسحاب قسد بشكل كامل من مخيم عين عيسى تاركة خلفها كمية من الاسلحة الخفيفة وعربة امريكية مدرعة رواية اخرى للاحداث في مخيم عين عيسى اوردتها شبكة الرقة تذبح بصمت الشبكة اكدت ان قسد ابلغت عائلات التنظيم عبر مكبرات الصوت بانهم لم يعودوا مسئولين عن حراستهم واتهمت الشبكة عناصر قسد بمسئولية اخلاء سبيل عناصر التنظيم بهدف زعزعة امن واستقرار المنطقة في ظل العملية العسكرية التركية نبع السلام دائما ما كانت تهدد قوات سوريا الديمقراطية بورقة تنظيم الدولة ويبدو انها بدأت بتنفيذ هذه التهديدات في مخيم عين عيسى في الرقة لكن بالمقابل ابدى الجيش الوطني السوري استعداده لادارة مخيمات عناصر تنظيم الدولة الواقعة ضمن المنطقة الامنة المقرر اقامتها